هنعمل مع بعض البوراكو ياريت انتو في مطبخي هنا تشموا الريحة اللي طالعة من الفرن تعالوا نطلع اللي حدرتها لكم الاول ريحتها خطيرة ترارارا بورك سهلة جدا 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 مش هتفدقوا انه دي تعاملت بالسهولة دي تعالوا نحطها بطبق التقديم وحتلقوني حتى محضر لكم هنا بي كانت الشاي ومعها نعنا عايزة طالعها افكها بس طالعها افكها من كل الجهات هي انا سايباها شوية هي سخنة بس انا ايدي عندي تحمل للحرارة فانا سايباها بس تهدل لان لازم نقطعها بعد ما تبرد هتشوفوا لما تعملوها بتبقى نفخة شوية كده هي دلوقتي دافية حاول اطلعها باقل الخسائر يلا معانا واحد اثنين سوالي احنا اخدها كده هنا ننزلها على الصينية هاي باري معانا باري هلو هلو ازايك يا سيسر؟ هلو هلو ازايك؟ انا بحبك قوي قوي يا سيسر معي حاببتي تانكيو باري وليليا باري هتسأليني النهاردة انا فقرت النهاردة اسألوا الشاف اني اكون شرف شطر انا بي ذاكر كتير وبغضل هزاكر طوي واتع علشان اطلع معاك على التلوزيون ونعمل برنامج انا وانتي حاببتي ان شاء الله لو هيبقى عندنا ضيوف اتمنى تطلعي معايا يا باري حاببتي تانكيو باري شكرا خلونا نبتدي نعمل البرك مع بعض بصوا زي ما قلتلكم هصالحكم على السبانخ دي سبانخ فروزن اوكي سبناها برا التلاجة برا الفريزر وفكت وعصرناها من الميا هنحط عليها ايه قلنا هنحط الجبنة الفتة هتقولولي يا شاف الجبنة الفتة مش متوفرة دايما غالية شوية هي دي اصل الوصفة دي ممكن نعملها بمصر بايه جبنة البراميلي جبنة البراميلي الجبنة الاسطنبولي جبنة تبقى حدقة شوية فيه ناس هتقولي طب انا عايزها لايت هقول لهم ايه نعملها بالجبنة القريش ونزود عليها شوية ملح احنا عايزين عادل الملوحة انا مش حط ملح خالص معانا يا سمين من قطر اهلا اهلا احنا مكتب هاي اسمين اهلا تسمعي انا بحبك قوي ونبجدت عايز اعرف سيمبل ريسيكي ازاي اعمل شوكولت شيب كوكيز معايا انا وامي شوكولت شيب كوكيز هقولك اول حاجة مبسوطة انك حابة تعملي الكوكيز مع ماما وحابة تدخلي المطبخ الكوكيز وصفة سهلة جدا هنعملها مع بعض هتحتاج طبعا انا اقولك المكونات تحضريها علشان لما نعملها مع بعض تعمليها على طول هنحتاج اغسل ايدي وانا بكلمك هنحتاج دقيق هنحتاج بيض هنحتاج زبدة هنحتاج سكر بني وسكر ابيض وبايكينج فاودر وايه تاني لانه طبعا يا ياسمينة اسمك على اسم اختي وانا بحبه جدا محدش بيقدر يكون حافز مكونات الكوكيز والخبز لانها تبقى دقيقة فانا هعمل ايه انا قلتلك المكونات تشتريها وتحضريها واول ما اعمل الوصفة تدخلي مع امام المطبخ وتعمليها يا روحي هنخلط هنا بكل بساطة بصل اخضر انا ما لقيتش بصل اخضر استخدمت كرات شكرا يا ياسمين وشكرا يا باري على مكلمتك كمان بعدين هنخلط زي ما قلتلكم نوع الجبنة اللي بتفضلوه مع البصر الاخضر ودي هي الحشوة بكل بساطة طبعا انتو لما تسمعوا جلاش دلوقتي طبعا هنستخدم البراك بالجلاش هتفتكروا انه هنحط سمنة وزبدة هنعمل طريقة سوبر بسيطة خلوني اشيل المصفة هدا و نعمل الحشوة بصوا يا جماعة ده جلاج عادي جدا موجود في كل السوبر ماركت اللي منعمل منه البقلاوة هناخد خلوني اجيب سنية الخبز بس سنية خبز عاديها جدا يفضل نونستيك شوفتوني لسه مطلعها في نفس السنية خلوها هنا على جن و ناخد شريحة اخد الشريح كويس شريحة كاملة كده دول شريحتين ثواني اهي ناخد شريحة وناخد شوية من الحشوة احنا لسه غسلين ادينا ناخد شوية من الحشوة ممكن تعملوها رقات انا بحب الشكل ده وحتشوفوا لما نقطعها ليه بحب الشكل ده هنعمل كده وعايز اقول لكم حقيقي انا لعملت الوصفة دي ما قلتش له جوزين فيها سبانخ شكلها من برا كده مغري على الفطار لو ملاحظين انا محضر لكم هنا طبق عادة بيبقى في السفر التركية والشمية وحتى في مصر يعني بنحط خياره طماطم وزيتون ومنعمل شاي ومنفطر أحلى فطار خدعته ودقها وبعده كده قال لي دي معمولة من ايه قلت له ايه عجبتك قال لي اه بس من ايه قلت له سبانخ قال لي كسبتي حبيت السبانخ بالطريقة دي وعايز اقول لكم انه فيه طرق كتير نصالحكم فيها على مكونات من بتحبوهاش هصالحكم انا هنا معانا مكلمة من مين ايمان هاي ايمان من القاهرة خايف ميز زيك تمام يا حبيبتي عايز اقولك ان احنا بنحب قوي نتفرج عليك بصراحة عشان مش بنحب بنحب ان انت بتعملي حاجات زريفة قوي كده حبيبتي يا ايمان مرسي بسي كنت عايز اتقالك على حاجة لو انت بتعمل مرة عملتي قبل كده وصفة معجنات باللحمة المفرومة ايوه كذا وصفة وصفة ايه جزل ما منش متأكده يوم عملتي البرجر وكده كان كلها حاجات ازاي نستخدم اللحمة المفرومة اه اللحمة بعجين ايوه بالضبط كده اللحمة بعجين اريدك لو تقوليلي الحاجة تاني وحاجة تانية كمان كنت مرة عملتي بعجينة بلح الشام بتحتي عليه قرفة لا ده ما كانش بلح الشام ده كانت شورز وهو بلح الشام الاسباني هو شبه بلح الشام فعلا بيتقلي وبتعامل من عجينة الشو بيستري هي ايه الشو بيستري هي عجينة البروفيترول او الاكلار احنا لو لزقوا ببعض ممكن عادي ناخد اتنين اوكي عجينة الشو بيستري اللي بكل بساطة هي عبارة عن لبن وزبدة بتسياحوا على النار وبعدين بيتضاف لهم الدقيق وبيتبخ تبقى عجينة كده سخنة وبالعجان او بأدينة بالمضرب يعني من ضيف البيت بتدريج من دخل البيت جوا بس من خليها اجمد من الشو بيستري يعني النسبة الدقيق اعلى بعدين منحطها انا عا نفسي بحب اطبخها كويس العجينة الاول وحطها في التلاجة شوية تمسك بعدين منحمرها ومنحط عليها سكر بني وقرفة او سكر عادي وقرفة او اي توبنج خلص احنا منعملها معاملة الحاجة اللي هي ليها طعم نيوترل سادة شكرا حبيبتي على اتصالك خلونا نكمل بصوا انا باخد الرقات كده وبحشيها بكل بساطة يعني ممكن الولادة الحلوين اللي عاديين بيتفرجوا علينا مامي تعمل الحشوة او تساعدوا مامي بعمل الحشوة اللي ممكن على فكرة تبقى خلطة جبن لحمة مفرومة اي حشوة انا دايما بحب اديكم افكار ونعملها اول مرة بالطريقة الطفل دي يعني نحترم الوصفة الاصلية بعدين نغير فيها ونلعب شايفين بعمل قاعدة شكل حلزوني زي الشكل ده وممكن زي ما قلت تعملوها رقات رقات حنعملها ازاي؟ حنحط مثلا اربع خمس رقات تحت خلوها الصينية ساعتها نفس الشكل الجلاج مربعة او مستطيلة وتحط الحشوة كلها في النص وبعدين كمان تلات او اربع رقات بعدين حتشوفوا هنعمل ايه عشان تطلع طريقة كده رايان من القاهرة هاي رايان هاي شايف ازايك عملا ايه؟ تمام حبيبتي مبروك عبد برنامج حبيبة قلبي الله يبارك فيك ممكن نرسبي للتندوري تشيكن تشيكن تندوري حاضر من الخلطات اللي انا بحبها بسي قوي انا بحبك قوي حبيبة قلبي تسلميلي شكراً يا رايان التندوري تشيكن هي من اطيب واشهى انواع الفراخ المشوية بتتعامل بخلطة التندوري اللي هي شبه اي خلطة هندية زي فاكرين لما عملنا الكفتة الهندي نفس الخلطة حطينا كاري وكوزبرة وحط نشفة وحطينا كمون وحطينا كركم وحطينا فلفل حراء بس انت وجرام مسالة الفكرة بالتندوري لونه صح لونه بقى محمر بحطه على سيرة الوصفات الاحتناها النهاردة بودرة بنجر ودي متوفرة برا مش متوفرة هنا قوي يعني لون من البنجر احنا ممكن نستخدم لون طعام يديها اللون البنك عارفين الفراخ تبقى لونها بنك اصل التندوري انه يتعامل بفرن التندوري اللي بيبقى دايرة كده وداخل لجوه وكله حطب ويحطوها بالسياخ وبنزلوها فبتاخد النار من كل الجهات فده اصل وصفة التندوري الهندية احنا هندخلها الفرن ونحط هنتبلها نعمل التكبيلة ونحط عليها جنزبيل وتوم الخلطة اللي انا قلتلكم عليها وزبادي وشوية زيت نباتي او سمنة وشوية لمون وحنتبل فيها الفراخ ويفضل طول الليل سواء فراخ بالعدم او فراخ مخلق هنشويها يئمة على الفحم رائعة رائعة على الفحم لانه بتدينا طعم التندوري الاصلي او هنعملها فراخ بالعدم سينية ونشويها بالفرن زي ما من نشوي الفراخ بشكل بسيط جدا ونحمرها كويس لحاجة التانية اللي انا بحب اعملها اني اخلي الفراخ واخد الوراك المخلية واعمل التتبيلة دي وحطها على شبكة جوه الفرن وبعد ما تستوي احمرها تحت الشوية جربوها وحتدعولي شايفين اللي انا بعمله سهل ازاي هنلف نلف 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 ونفضل نعمل الحلزونة بسيطة جدا هقول لكم وصفة انا مين سألني عن وصف اللحمة بعجين وما جاوبتش صح جاوبت ولا ما جاوبتش يا جماعة ما جاوبتش اللحمة بعجين عبارة عن لحمة مفرومة بتحطلها بقدونس ونعناع وبصل اخضر مفروم وفلفل رومي مفروم ومعجون او صلصة طماطم او وايه كمان يا رب تحال شوية فابريكا شوية ملح شوية فلفل دي بهرتها الاساسية وطماطم متقطع صغير صغير وبعدين بنعمل ايه؟ بعدين منحط على العجينة اللي هي العجينة اللي من غير خميرة لانه عملناها على الساق بره وحمرناها جوه خلوني بس اخد دي عجينة مية ودقيق ورشة ملح منفردها كويس على دقيق كتير وبعدين منحمرها على البوتجاز من فوق ومندهن عليها طبقة من اللحمة دي وعشان تستوي اللحمة مندخلها تحت الشوية بالفرن ونرد على مونة من الأليوبية هاي يا مونة هاي حبيبة قلبي ازاي؟ بصي انا مامتها انا مامت مونة مامت مونة اهلا نعم انا مامت مونة اهلا نعم انا مامت مونة اهلا نعم اما كنت في القناة التانية وابصراحة او بحقي قناة القاهرة والناس لانها مكسب بك انتي ومكسب لنا احنا حببت لان احنا طبعا هنشوفك بصورة اوضح واحسن حببت انتي انسانة شيك ونضيفة وجميلة وحاجة جديدة كده علينا وانا بحقيك جدا 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 مرسي مرسي يا مامت مونة اسمك ايه؟ مامت مونة مامت مونة رجدي طيب قوليلي يا مامت مونة تحب تشوفي وصفات ايه في البرنامج؟ بصي بقى انتي كنت بتعملي شوية سمك جنباري تحب الاسمك شكلك وصيه فود كنت بتعزمي الناس صحابي كنت انا نفسي قوي قوي فيه بصراحة انا بعشع الاسمك تحب تشوفي وصفات وحاجات جميلة قوي 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 حاببت هعمل لكم اكلات جديدة بالاسمك انا بحب في السمك احس بتعم البحر يعني ايه بتعم البحر؟ يعني ما تغاش عليه طبعا بحب بنعمله بالتوم والكسبرة والكمون والكلام ده بس كلنا بنعرف نعمله بعشق طعم البحر خلوني بسرعة اخلص اخر واحدة ويدوني دقيقة بس كمان علشان نعمل الخلطة اللي هنغطي فيها او هنخلي البورك تستوي فيها بالفرن لانه هي كده نشفة معليهاش زبدة ولا زيت ولا اي حاجة وحلوتها انها بالزيت يعني هنحط زيت زتون لانه موجود موجود اه موجود في تركيا كتير وبشكركم دايما على كلامكم الحلو واتصالاتكم وتشجعكم جدا 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 يا مامة مونة تانكيو على اتصالك خلوني اغسل ايدي هتدوني دقيقة بقولي الكنترول مش ليكم احط الطوپنجز عليها ونرجع ندقها وإحنا بنعمل الصلطة هاغسل ايدي بس تعرفيني بحب اشتغل بايدي بحس الاكل ليه طعم تاني هو معمول بالايدين وفيه الطاقة سبحان الله واحد يسمي باللاوي يحط ايده بالاكل طاقة ايجابية هنعمل ايه هنشيل الجلاج شايفين علبة جلاج واحدة كفتنا نحطه على جنب هنجيب طبق هحط فيه لبن حليب تحبوا تعملوه خالد دسم مصد دسم انتو حرين نحط اللبن دول تقريبا كبايتين لبن هحط عليهم زي ما وعدتكم زيت زتون لانه برضو يستخدم بتركيا بكثرة زيت نباتي عادي ممكن تحطو هنحط البيض تلت بيضات ده بيض بلدي وزي ما قلتلكم مش محتاجين ملح لانه الفتة او البراميلي او الاسطنبولي هي الجبن حادقة فمش عايزين نزود ملوحتها بكل بساطة هنضرب بالخليط ده ده كاسترد حادق وحنيجي هنا يلا هنحط ده هنا كل بساطة هنسق كل الجلاش ده بالخليط ده وما تتخدوش بالاول انا مضربتش هنا البيض كويس تتخدوش بالاول انه هتحسوه كتير لا اهو مش كتير خالص هو هيتشرفه بسرعة وممكن كمان تحتاجه تزوده اكتر هنعمل كده شايفين ببقى او حتى وقعت بره شوية هنضفهم وحنرش عليه سمسم السمسم يليق جدا جدا بالبرك وبيديها طعم مش بس بيديها شكل هيناء السمسم سمسم متحمص سمسم سناوي من مصر طعم مشاهي وبيدي البرك الارمشة الحلوة بتاعتها البرك دي هتخش الفرن على حرارة 180 ودايما بقول هي بتجهز لما بتبقى جهزة لما يبقى لونها زي كده يعرفوا انها جهزت كل فرن مختلف فححطها دلوقتي بالفرن اكتشلي هسخن الفرن ان الفرن لازم يبقى سخن فحضر الفرن وندخلها واحنا في الفاصل هحط درجة الحرارة على 180 والرف النص هستانه يسخن ودخلها ونرجع نغرب هندوق ونعمل مع بعض سلطة الفتة بالبنجر البرك دخلت الفرن بس انا لازم اقولكم دي طعمها ايه ونأكلها صح الصح عندنا هنا الشاي هي دي الصفرة الحلوة اللي تنفع فطار عاشة خفيف جايلنا ضيوف فجأة اصحابنا عادي مش عايزين ناكل لحمة وفراخ خليوني بس ايه اخلي الشاي يربط ونحط معه النعناع ماتوا كده الله 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 في النعناع تجنن ارجع الميا خدتني بصوا الاكل بياخد الواحد في ذكريات والاماكن كرسيين صغيرين في شارع كده في مدينة تركيا صغيرة جعانين بعد التسوق انا ومامتي مثلا نعدي ناخد خطعة بورك كده بصوا هنقطع واريكم ليه شكلها ببقى حلو الحلزوني ده بطلع شكله بالاخر حلو وعلى فكرة اللي بيحبش السبانخ يعني مش عارف يتصالح معاها خالص خالص مش قادر ديها فرصة تانية ممكن نعملها بالجبنة كل انواع الجبنة تعال نشوف ترارارا بصوا قطعة كده بتدفي القلب راحتها تجنن يلا ندوق بس نصب الشاي الاول لأ الشاي حيس سينه شوية يخمر بقولو بقول يربط قاعدة يخمر السوس اللي بتربط تققله شوية بس هدوق لحدا الشاي يجهز هتشوفوا استكنتين دي بقى ل حنشوف مين هيكسب في الكنترول في حد من الكرو نشوف بقى نعمل مسابقة معرفش هي ايه هيكسب استكنت شاي ويفطر معايا تعالوا ندقها بصوا بتطلع ازاي زاي الحلقات يا بسمة ألو ألو يا بسمة تسمي أنا قاعدة بدوق البورك وطعمه يعني يهبل نفسي دوائك يا ريت والله أنا نسي أدوق ايه ها من ايديك بس احنا على الشاشة كأننا بندوق بالضافة يعني اسلوبك وطريتك كأننا احنا بندوق الأكل معيكي بالضافة أنا بفتر بجده بحقه حقيقي أنا بلحقش أفتر قبل البرنامج قبل أنا والشفة حبيبت قلبك أسلميلي يا بسمة قوليلي يا ربنا يخليكي لينا وطعمك دوت طبعا دا قوي على الشاشة طب قوليلي يا بسمة تحب تشوفي ايه بميز شو؟ ايه؟ تحب تشوفي وصفات ايه في ميز شو؟ أنا الحاجة الوحيدة اللي أنا نفسي أشوفها منك المقارنة البشامالي يا دا طلب بسيط جدًا 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 بس أنا عشفها بطريقتي كنتي حاضر دي من الوصفات بصراحة اللي مطلوبة يعني تقريبا أسبوعيا في بيوتنا حقيقي دا حلين نكون صريحين ايه بصف دا حنعملها مع بعض بكذا طريقة مش طريقة كمان يا ريت والله يا ريت أشوفها من إيديك الجميلة لا دا طلب بسيط من عيني دي قبل دي يا بسمة